جهزت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع مؤسسة كلمة وطن مشغل لتعليم الفتيات والسيدات في نون الخياطة وذلك بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة وقامت المؤسسة بتوفير كافة مستلزمات المشغل من ماكينات للخياطة والتفصيل والتطريز وغيرها حيث من المستهدف تخريج أول دفعة من المتدربات خلال ثلاثة أشهر حيث تكون أول خطوة على طريق النجاح نحن موجودين في افتتاح مشغل لمنسوجات الأدوية جزء من أنشطة حياة كريمة في محافظة الجيزة وطبعا جزء من أنشطة العامة لحياة كريمة في مصر كلها ده مشاركة من حياة كريمة بتحاول أنها تسعى في تنمية المستهدف الاقتصادي للأسرة المصرية وده يعتبر إضافة للوضع المعيشي للأسرة المصرية هنا في تدريب بيتم لسيدات الأسرة المصرية على الشغل اليدوي كرسي مكسف لمدة ثلاث شهور بنبدأ من الألف لليه التدريب نعرف الناس على مكانية المكان أنواع المكان الموجودة مكانات لا يشتغل عليها بعد كده نبتدي نتعرف على ما الخامات لا نشتغلها نبتدي بعد كده التدريب العملي المشروع بنبدأ مراحل من مرحلة لمرحلة ثم بعد كده نتعرف من مكانة للتانية خلال ثلاث شهور بيكون عندي متدرب وصل لمرحلة الاحترافية بيعرف يقفل حتة كاملة في نهاية المشروع إن شاء الله في برنامجة نعملينه هنوفر شغل للناس هنبتدي نعمل معرض وحفل التخرج للمجموعة لمعانا هنأكل لثلاث شهور عندنا خمسين متدرب بإذن الله كده إن شاء الله يكون عندنا خمسين متدرب بالفعل نقدر نطلح كوادر تقدر تشتغل وتفيد نفسها وتفيد البلد نوفر فرص عمل للناس وهنفضل برضو معهم مش هنسيبهم بعد ما تخرجوا